مباراة بكل تأكيد قواية للغاية ايا كانت ظروفها ايا كان مين حاسم بطولة الدوري ايا كان مين حالته افضل من التاني كلام كتير حضراتكم متعودين دايما تسمعوه عن مباراة الاهلي والزمالك في مختلف الظروف لكن المؤكد المؤكد ان انا على المستوى الشخصي عشمان جدا ان انا نشوف مباراة كبيرة تليق بالفرقتين تليق بالنادي الاهلي بجماهيره تليق بالنادي الزمالك بجماهيره ماتش من المتوقع في ذل الحالة الفنية المتميزة للطرفين ان هو يخرج بالشكل اللي يرضي كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها فيما عادة جماهير الاهلي وجماهير الزمالك لان طبعا كل جمهور في الاثنين عايز يكسب وده ماتش في حد ذاته طولة صيبك بقى من الناس اللي تقعد تقولك يا عم والله مبطولة ده الاهلي مش عارف هو اللي كسبان ايه ده الزمالك اصله خسر خلاص بطولة الدوري لا لا ده كلام مش مقنع ده كلام مش منطقي ده كلام عشان بس يكون نوع من انواع التحفيل سواء من الناحية دي او من الناحية دي تمام الواقع بيقول ايه الواقع بيقول ان ماتشات اهلي والزمالك مش في مصر بس الناس تترقبها لا في الوطن العربي وفي افريقيا في كل حتة في كل انحاء العالم الناس دا ما بتستنى واحد من اقوى الدربيات على مدار التاريخ ومن اقوى الدربيات الموجودة في العالم شئت اما بيت ماتشات قمة ماتشات قوية وده هتلاقي مثلا الناس تقول لك ايه اصلي ماتش القمة لازم اصحاب الاول والتاني خلي بالا الناس كانت بتقول كده الساني الفاتت لما كان الاهلي مثلا صاحب المركز التالت ماتش قمة فلكن برضو ماتش قمة الناس الساني بتقول دلوقتي لما الزمالك بقى صاحب مركز التالت او بنورده في كل الاحوال ماتش قمة اصيبك من الناس اللي تقعط تقول لك او اللي هي بتحاول ان هي تقول لك ايه لأ انتوا بالنسبة لنا مش فارقين او انتوا لا انتوا اللي بالنسبة لنا مش فارقين احنا اقوى واحنا احسر وكلام من ده لا ده اهلي وزمالك دي ماتشات احنا بنوعد نستنىها من سنة للسنة هما ماتشين في السنة اه لما بيبقى حظنا حلو كده كلنا يكون مثلا الاهلي وزمالك هتقابلوا ماتشين كمان في افريقيا او يكون الاهلي وزمالك هتقابلوا ماتش ولا اتنين في كاس مصر او ماتش في السوبر فتحس ان الماتشات موجود عدد اكبر منها بدل ان هما ماتشين بس في مطورة الدوري لا بيبقوا اكتر فالمطعب تبقى اكتر فالتركب بيبقى اعلى فالانتظار والتوتر في نفس الوقت عند جماهير الفرقتين بيبقى اعلى واعلى هي دي حلوة الكور هي دي حلوة الرياضة هي دي حلوة المنافسة اللي احنا دايما عايزينها تكون في الملعب عايزينها دايما تكون ما بين الجماهيرين بخصوص الملعب مش برا الملعب وهي رسالة لكل من يساهم في التعصد بعد اذنك حاول تخرج برا المشهد سواء انت من هنا او من هنا سواء انت من هنا او من هنا احنا عايزين كرة قدم احنا عايزين تنافس عايزين رياضة عايزين نبسط ونتمتع عايزين نبسط ونتمتع بالكور بممكانات لعبتنا اللي موجودين في الاهلي واللي موجودين في الزمالك فبالتالي احنا على اعتاب مباراة باذن الله احد احد من المباريات اللي هتكون قوية جدا 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 لاننا شايفين مثلا في الزمالك اصريو الراجل ما شاء الله لكوة تقيلة بالله مدرب بيرد على كل مشاككين اختيار صائب مليون في المية من ادارة نادي الزمالك او من الناس اللي انتقد او اللجنة الفانية اللي انتقد هذا المدرب اختيارهم صح اختاروا صح الدليل ايه؟ الدليل ان جاي مدرب شخصية عالية قوي مدرب عنده اسرار على تطبيق فلسفته وافقاره مدرب انت من خلاله لقيت الناتج في النهاية بيغض النظر عن البطولات لان الراجل ما يتسئلش عن اي بطولة خالص وحتى بيما فيهم بطولة الدوري او حتى بخصوص التقاول الدوري ابطال الفريقية ما يتسئلش هو راجل جاي ارى المشهد بدري بدري قالك المنافسة ما بين انا كنادي زمالك وما بين الاهلي مثلا اللي هو متصدر في القمة او ما بيني وما بين بيرامدز اللي هو في المركز الثاني في عدد نقاط فارق فبالتالي الافضل ايه؟ الافضل اللي ان انا اجرب لعبتي بالشكل اللي انا عايز العب ديه بالشكل اللي انا بطمح ان في الموسم الجديد يكون لعبتي حفظينه صام وشاربينه فهنستغل المباراة الرسمية دي في ان انا اوصل اللي انا عايز اوصله لللعيب وبصراحة ناس كتير اختلفت معاه وناس كتير اختلفت عالتوقيت وربما احنا كمان بس تلع هو اللي صح تلع هو اللي شايف لقدام وبصرش لقدام بدليل ايه؟ بدليل ان انت بتشوف احد افضل مساويات نادي الزمانك على مدار الفترة الاخيرة مع اوسريو في مختلف المباراة بالتحديد بعد فترة توقف الدوري الاخيرة ماتشاط جنداوي اداء مبهر مبهر اللهم إلا شوط الاول بس فورات فيوتشر عشان هو لغبط شوية ودي بتحصل من اي مدير فادي لكن اداء كان مبهر على مدار مباراة عديدة تقلت اربع ماتشاط فاتو نادي الزمالك مع اوسريو متعة متعة اهداف غزيرة تطور على المستوى الدفاعي في حاجات كتيرة جدا جدا بتتحسن داخل نادي الزمالك بالتحديد على صعيد الفريل اول لكرة القدم داخل النادي مع الرجل اللي حراكم شايفينه في الصورة ده ومع جهازهم معاهم بالطبع لان اكيد لهم دور كبير جدا جدا فالناس عاملين شغل محترم فبالتالي انت شايفين رئيط الزمالك واقفة على رجلها بالتالي انت بتوقع ايه مش هتقدر تتوقع بكرة مني اكسب ليه لان الزمالك فاي وانا بقول وببتدي بالزمالك ليه لان الناس كانت متطمنة قوي من ناحية النادي الاهلي ان النادي الاهلي بطل دوري عبطال افريقيا بطل السوبر مصري سنة دي مرتين بطل كاس مصر تمام بطل دوري فبالتالي أقول لك لا دا الاهلي معنويا اعلى بكتير الاهلي فنيا افضل بكتير الرجل كولر وانت برضو لما هنيجي نتكلم عن المدير الفني النادي الاهلي فحد سؤال حرج الرجل في اول مسم بخمس بطلات بسم الله الرحمن الرحيم كده هذه خمس بطلات فبالتالي الاهلي رخر وقف عارجليه بالتالي الاهلي كده كده بطل قرس famille بحكم البطلات بالتالي الأهلي معاه كولر المدير الفني متميز بخلاف لعبته والمتميزين على المستوى الفني فعشان كده انا بقولك احنا متراكبين مباراة على مستوى عالي في الجانب الفني ويا ريت في القمة 126 دي الاهم من الجانب الفني والمتعة اللي احنا مستنينها من مطشو زي ده الاخلاق الرياضية والروح الرياضية اللي لازم تسود بين اللاعبين في الملعب وانا وصك ان ده بإذن الله تعالى حيحصل بإذن الله تعالى حيحصل لان انت لما حتيجي تتكلم عن قيمة الاهل والزمالك فانت بتتكلم عن فرقتين ليهم قيمة على مستوى افريقيا والوطن العربي يعني ما يقدرش نقول فيها حاجة واحد من اهم دربيات العالم زي ما قلنا فبالتالي كلنا كلنا بننتظر هذا الكلاسيكو التاريخي بين الاهل والزمالك فمتعشمين قبل الجانب الفني ان شاء الله وان احنا نتمتع بالقورة في المطش ده متعشمين ان احنا نشوف روح رياضية واخلاق عالية جدا بين فرقتين والنواصل ان ده حيحصل لان اللاعب اصحاب اصلا وزميل في منتخب مصر وعلاقاتهم ببعض مميزة حتى لو في بعض المبارات بيحصل فيها شد وبتاع ده بيبقى نرفازة ملعب نرفازة ملعب وكل واحد غيرانه على لون التيشرت بتاعه وعلى اللوجو اللي بيلعب به وعلى جمهوره اللي بيلعب باللي اسمه فبيحصل اكيد شد نرفازة الكلام من انت احنا عايزينها لو حصلت تبقى في قضيك الحدود لو حصلت تبقى عشان بس منافسة ملعب لكن احنا عايزين الامور تتخطى هذه الحدود بالمر احنا عايزين مباراة بإذن الله تعالى تخرج بالشكل اللي يليق بينا كلنا كمصرين واللي يعكس مدى التطور على الصعيد الفني بالنسبة اللي في ريتين دول بالتحديد وده اللي كان ملحوظ خلال الفترة اللي فاتي سواء في الاهلي مع كولر او في الزمالك مع المدرب قصر فبالتالي ان شاء الله بإذن الله تكون قمة كبيرة احنا بكرة بإذن الله تعالى حنكون معاكم في السوديو تحليلي خاص جدا بعد المباراة من خلال بلاس 90 عشان نحلل احداث اللقاء ونبارك للفايز ونقول هارد لك للخاسر وربما المباراة تنتهي بالتعادل الاتنين يخرجوا حبايب اكيد برضو تبقى حاجة ورد لكن الاهم في كل احوالنا نشوف ماتش حلو وماتش كبير